شجار عنيف بين أتراك وأكراد في فينا عقب مواجهة المواجهة الرياضية بين النمسا وتركيا توقع 18 مصابا وإن كان برضو أعقب موضوع الشجار ده قرار من هيئة السكك الحديد النمساوية اللي كانت بتقوم بعرض المباريات على شاشات عملاقة في المحطات الرئيسة في فينا بعض المحطات وإن كان في الهوكبانهوف كان أكبر مكان للتجمع وأقدمت على قرار أنها مش هتزيع المباريات القادمة بتاعت نهيئة كأس الأمم الأوروبية رأي حضرتك في نتيجة الشجار وقرار الهيئة القومية للسكك الحديد النمساوية يعني أستاذنا بدروح مع الأسف كال من المؤسف للغاية أن الأمور تتطور يعني عقب هذه اللعبة الرياضية أن تتطور الأمور لهذا الشكل بصراحة اللي كان مؤسف فينا نقول كان شكل مؤسف اللي تطورت لإله الأحداث صحيح ما صار يعني الشيء الكارثي ما فينا نسميه شيء كارثي يعني معروف دائما بصراحة كل من بيتابع كرة القدم يعني بصراحة العاطفة عندهم جياشة بشكل مؤسف في غاية صراحة يعني هي عبارة عن كرة كان النمساوي ربح ولا التركي ربح يعني شو النتيجة يعني يعني شو القيمة المضافة بصراحة أنا عن نفسي لا أجد لي لا أجد قيمة مضافة إلى أن فلاب رياضية ربح فلان أو خسر فلان ولكن أن تتطور هذه الأحداث سيد ممدوح لعنف ولمواجهات وخاصة وخاصة يعني يعني أن هذه المواجهات جاءت بتوقيت حساس الآن تركيا يعني شهدت في الأيام السابقة مع الأسف مواجهات ما بين السوريين والأتراك يعني وزهب ضحايا يعني بصراحة فهذا الاحتقان هذا الاحتقان سيد ممدوح انتقل إلى شوارع فيينا يعني ما شاهدناه وعشرات الفيديوهات التي تم تناقلها الأيام السابقة كان في مين بيكسر سيارات كان في مين بيرفع أعلام خاصة بالصبر السورية أعلام خاصة بالأكراد يعني صار في شحن طائفي شحن قومي شحن أديولوجي بصراحة يعني من المباراة كرة قدم لا بد أن يكون هناك روح رياضية يضاف على ذلك أن الأتراك أن الأخوة الأتراك الجالية التركية الموجودة في فيينا أيضا بصراحة بالغوا بالاحتفال يعني كأنوا انتصروا كأنوا انتصروا وحرروا وحرروا وفتحوا النمسا يعني بصراحة كان في حركة مستفزة كثير للأشخاص يعني من المفروض يعني إذا بدنا نعتبر هذه مواجهة ما بينها تركيا والنمسا طيب يا أستاذ الأتراك الموجودين في النمسا تركيا لعبت مع النمسا والنمسا خسرت يعني هل الاستعراض بهذه الطريقة هذا توقيته بصراحة أعتقد كان يوجد خلل كبير خلل كبير من جانب الجالية التركية بتنظيم حالة الاحتفال يعني أوكي فهمنا وهنا ربحوا بالدور الستاشة يعني ما أعرف دور الثمانية دور الثمانية أنا ما كتير صراحة يعني لسه ما انتهت الأمور يعني ما ربحوا الآخر شيء يعني فبالتالي بصراحة في مين استغل في مين استغل أستاذ مامدوح هاي الحالة حالة الاحتقان والسوري الموجود في فيننا واللي يمكن ما تقريبه أو انصاب أو اتدمرت أملاكهم بتركيا نتيجة اعتداء عنصريين أترك عليهم قالك أنا هلا إجت الفرصة أني أحاول أسترد شيء من يعني من الشيء اللي حصل لأقاربي ولأهلي بتركيا فبصراحة فبصراحة أنا برأيي منع بس المظاهرة في هوتوان هوف غدا في السبت مباراة ما بين هولندا وتركيا صحية ساعة تسعة مساء هذا قرار حكيم جدا وأنا معه بصراحة الغاء يعني العروض الاجتماعية أو العروض بالساحات بصراحة من كافة شوارع فينا لأن الأمر سيتطور أكثر من ذلك وممكن الأمور تذهب لشيء بصراحة أخطر من ذلك أنت عارف على الرغم من أن اللعيبة اللي مساويين بعد المباراة كل واحد بعد ما تقابل قال يجب علينا تهنئة تركيا وصعودهم لدور التمني يعني هذه الأخلاق الرياضية في أحد اللي هو اللاعب اللي قابل جونين عمل علامات بإيده وده أخذ حرمان المباراة صحيح على علامة الزئاب الرمادية هذه علامة مصنفة على قوائم الإرهاب وإشعار يعني شعار محظور هذا فقام برفعه بألمانيا حاضرته وصار في أزمة دبلوماسية حالياً ما بين ألمانيا وتركيا بصراحة يعني الصرفات غير مسؤولة أضف على ذلك أيضاً قبل المباراة ما بين النمسا وتركيا أيضاً قام نمساويون ببعض الشعارات الأجانب براوس الأجانب يخرجوا أيضاً كان هناك يعني من الجانب الآخر الجانب النمساوي كمان يوجد بعض الانتهاكات والتي أيضاً يعني يوجد تحقيقات خاصة بها فبالتالي بصراحة يجب مراعاة والتفرقة ما بين الحالة الرياضية والحالة السياسية مع الأسف مع الأسف كل من يتابع يعني الرياضة وكرة القدم تحديداً بهذه الطريقة هذه المفاهيم تختلط عنده تبصل في بعضها جميعاً فبالتالي يعني بالتالي بصراحة كرة القدم تبقى عبارة عن قطعة جلد وتأخذ ما بين قدم ذلك وقدم ذلك لا أعتقد أن الأدمغة مكانها هناك الأدمغة لربما شكراً كويس تفاعل أما التفاعل المبالغ فيه بصراحة هذا الشيء من الجهد طبعاً هو للأسف الشديد أن هي بتستغل أحياناً مثل هذه الظروف لطبعاً زيادة الاحتقان بين الشعوب عبدالقادر الجاسم أبو المعتصم بيقول مع الأسف الضيف ليس لديه روح رياضية مع أنه هناك مباريات كرة قدم تشاهد من حوالي مليار شخص هو يقصد الضيف التركي اللي موجود هنا أعتقد عم يقصد علي طبعاً عبدالقادر الجاسم اللي ما بيعرفه هو المخرج الموجود حالياً وراء الكاميرات يعني إذا ما بنعطيه طعليق ممكن يطفي علينا ممكن يطفي علينا الاستوديو لا طبعاً مش هنقدر يطفي علينا الهوى في صراحة طبعاً لا ما نقدرش نزعى يعني أنت المقصود بالموضوع ده طيب هو عم بيقول أنه موضوع لما أنا حكيت أنه فعلياً في حالة من الاستهتار من اللي بيتابع كرة القدم وبالتالي بيصير مبالغة بردود الفعل هذا الشيء واقع سيد الكريم ولكن فعلاً لما نقول مليار شخص بيتابع كرة القدم طبعاً نسأل حالنا ليش في مليار شخص بيتابع كرة القدم وما بيتابع مثلاً مسألة حقوقية موجودة بمكان ما من العالم لا 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 لأن لأن من يوصل من يوصل كرة القدم لمليار شخص بالعالم هذا الشخص هذا الجهة لا تريد لا تريد من الآخر أنه يعرف بما يحصل من انتهاكات وظلم لأشخاص وناس يعني أفراد موجودين بمكان ما بالعالم على سميثان ما يحصل في غزة على سميثان ما يحصل في العراق في سوريا في الأحوال في لبنان في العديد من المناطق المنكوبة واليمن المنكوبة المنكوبة